خلي بالكم يا إخوة الآن الرافضي سيتحول إلى عالم من علماء الحديث الشريف هذه الزيادة صحيحة لا غبار عليها لماذا لا غبار عليها؟ لأن الروات هم من الثقات وزيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول طيب ما هو دليلك على أن زيادة الثقة مقبولة؟ صحيح مسلم بشرح نووي في جزء الأول صفحة 32 فصل زيادات الثقة زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول وقيل لا تقبل وقيل تقبل إن زادها غير من رواها ناقصا ولا تقبل إن زادها هو وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا إن فرد به فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغداد اتفاق العلماء عليه وأما إذا رواه بعض الثقات الضابط متسلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقه وأصحاب العصول والصحح الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب وهو أكثر قول المحدثين وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ طيب هل لديك أقوال أخرى؟ معرفة أنواع علم الحديث لابن صالح لابن مين؟ لابن صالح قلت لابن مين؟ لابن صالح طيب كمل كمل صفحة 177 ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا طيب أولا لما هذا الرافضي قال أنه هيفتح شرح النووي على صحيح مسلم وبعدها كلام ابن الصلاح قلت أنه هينئلنا تصحيح النووي وابن الصلاح لهذه الزيادة على وجه القصوص لكنه لم ينقل على النووي وابن الصلاح شيئا كهذا مطلقا وإنما ذكر كلاما عاما عن حكم زيادة الثقة وهذا الكلام من النووي وابن الصلاح فيه تفصيل ورد وكلام لا بد أن يقول ثانيا النووي يقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول وهذا الكلام ليس مسلما به للنووي أو لابن الصلاح هيا تفضل رد على النووي لست أنا الذي سأرد على النووي بل الذي رد على النووي أحد علماء الحديث منذ مئات السنين وهو الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح فقال وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائل الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد سواء أكثر الساكتون أو تساووا خلي بالكم يا جماعة قال ابن حجر وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته طيب شوف ابن حجر هيرد على هذا الكلام ويقول وفيه نظر كثير هذا الكلام فيه نظر كثير لماذا؟ لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفر مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى بمروياته كالزهري وأضرابه بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها خلي بلكم بقى يا إخوة والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة تغليط راوي الزيادة قال وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق قال إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه وهم عدد وهو منفرد فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عددا أنها تكون مردودة وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فتقبل طب لو العكس يبقى ترفض وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا في مواضع وكثيرا ما يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وأنا ذكرت في حلقتي أن ستة من أصحاب الزهري رووها عن الزهري دون هذه الزيادة هذا بالإضافة إلى أن موسى بن أبي عائشة رواها هو أيضا عن عبيد الله بن عطبة مباشرة دون هذه الزيادة وليس هذا فقط بل إن معمر بن راشد نفسه روى هو أيضا هذه الرواية دون هذه الزيادة الشاذة ومعمر حينما روى هذه الزيادة اضطرب في الرواية فذكر الفضل بن عباس بدلا من العباس وأيضا البخالي ومسلم لم يعتمد هذه الزيادة ولا أدرجاها في صحيحيهما والخلاص أيها الإخوة إن مسألة زيادة الثقة فيها تفصيل كبير ولا تقال بكلمتين أو باقتباسين كما فعل هذا الرافض بل هذه المسألة فيها تفصيل ولا يحكم على زيادة الثقة بالقبول أو الرد إلا بالنظر إلى القراء خلي بالكم يا إخوة يقول العلامة برهان الدين البقاعي ثم إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين على أن لحذاق المحدثين في هذه المسألة نظرا آخر لم يحكه ابن الصلاح وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه إيه بأى الذي لا ينبغي أن يعدل عنه قال إن حذاق المحدثين لا يحكمون في هذه الزيادات بحكم مضطرد وإنما يدورون في ذلك مع القراءن لازم تشوف القراءن ومن خلال هذه القراءن تحكم على زيادة الثقة تقبل أو لا تقبل يعني زيادة الثقة مش أول ما تلاقيها قدامك تولدي مقبولة وخلاص كما قال هذا الرافضي بل لابد من النظر إلى القراءن ثالثا بما إن الأمر يتعلق بالنظر إلى القراءن فأنا عندي قراءن قوية تمنع من تصحيح هذه الزيادة عن ابن عباس القرينة الأولى إن معمر بن راشد اضطرب في روايته في هذه الزيادة فذكر الفضل ابن عباس بدلا من أبيه العباس فهو بذلك خالف نفسه في روايته الثانية الصحيحة الثابتة التي ذكر فيها اسم العباس وليس ابنه الفضل ولا يمكن الجمع بين رواية معمر في ذكر العباس وروايته هو نفسه بذكر الفضل ابن عباس في نفس الرواية لأن المذكور الثاني هو علي كما في رواياته معمر وهذه النقطة رحكنا فيها على هذا الرافض حتى شبعنا قراءها الفضل ابن عباس ورح مفسرها بأنه العباس قالت فخرج ويد له على الفضل ابن عباس ويد على رجل آخر ذكرت عباس ولم تذكر رجل آخر ذكرت عباس ولم تذكر رجل آخر والمضحك أكثر أني انتظرت هذا الرافض أن يعتذر أو يجيب عن هذه النقطة خصوصا ولكنه لم يفعل ذلك وهذا يدل على أنه ليس لديه رد علمي على ما أقول بل فقط يقوم بالرد لمجرد الرد عشان يكون في رد دون أن يهتم فعلا بتفنيد حججي وأدلتي وبراهيني ما هو هذا لما ذكرت اضطراب معمر في اسم العباس والفضل ابن عباس كان هذا دليلا واضحا على اضطراب معمر في الرواية فإيه المعنى إنك تعديها وما تردش عليها طيب ما هو دا أحد أدلتي على وقوع الاضطراب وشذوذ الرواية فكيف تتركه دون أن ترد عليه القرينة الثانية معمر لم يذكر هذه الزيادة الشاذة بلفظ واحد مرة يقول ولكن عائشة لا تطيب له نفسا ومرة يضيف على الرواية كلمة بخير دا غير المرة الثالثة اللي معمر نفسه روى بها الرواية دون الزيادة أصلا القرينة الثالثة أن الذي خالف معمر بن راشد ليس راويا واحدا أو اثنين بل هم ستة من الرواية الثقات عن الزهري القرينة الرابعة أن موسى بن أبي عائشة وهو من أقران الزهري وهو من تلاميذ عبيد الله روى الرواية مباشرة عن عبيد الله وليس فيها هذه الزيادة وهذا يبين أن أصلا الرواية عن عبيد الله ليس فيها هذه الزيادة الشاذة عبيد الله سمع منه هذه الرواية اثنين الزهري وموسى بن أبي عائشة والزيادة جاءت فقط في رواية معمر عن الزهري القرينة الخامسة أن البخاري ومسلم لم يذكر هذه الزيادة ولا اعتمدها في صحيحيهما مما يدل على عدم صحتها عندهما وأنا عند لك مفاجأة بعد قليل في هذه النقطة القرينة السادسة أن الكلام نفسه خطأ الزيادة تنسب لابن عباس أنه قال إن عائشة لا تطيب لها نفسا علي والواقع خلاف ذلك فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلاف هذا فقد ذكرت أم المؤمنين علي بالخير كثيرا وأثنت عليه غاية الثناء ونقلت مناقبه وترحمت عليه وأوصل من يسألها أن يذهب ليسأل علي فكيف يقال إنها لا تطيب لها نفسا رابعا إنه نفسه رد على هذا الرافض في مقدمة صحيح مسلم بخصوص الرواية التي نتحدث عنها وأمثالها فيقول رحمه الله إذا كان الحديث الذي تركه يؤسد البخاري ومسلم أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه لو الحديث ذا أصل في الباب ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه اسمع بقى الحتة دي فالظاهر من حالهما أنهما اطلع فيه على علة إن كان رواياه وهم فعلا رواياه لكنهما ترك هذه الزيادة قال ويحتمل أنهما تركه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك والله أعلم يا سلام على الجمال طيب الرواية التي نتكلم عنها الآن هل أخرجها البخاري ومسلم في صحيح أيهما؟ نعم أخرجها البخاري ومسلم طيب لماذا ترك البخاري ومسلم هذه الزيادة الشاذة التي يحتج بها هذا الرافض يجيبك النووي ويقول فالظاهر من حالهما أنهما اطلع فيه على علة إن كان رواياه والبخاري ومسلم روايا هذه الرواية ولم يذكر هذه الزيادة يعني ترك البخاري ومسلم لهذه الزيادة فيه دلالة قاطعة على أنها لا تصح عندهما وهذا الكلام وحده دليل كاف على تضعيف هذه الزيادة إذن كلام النووي الذي ذكره هذا الرافض عن زيادة الثقة ليس عاما على جميع زيادات الثقات كما يتصور هذا الرافض البخاري ومسلم لما يروه حديث في الصحيحين ويترك الزيادة عليه فكما يقول النووي الظاهر أنهما اطلع على علة في هذه الزيادات ولذلك تركوها وأنا ذكرت علة الزيادة وذكرت اضطراب معمر في هذه الرواية وذكرت ستة قراء تدل على ضعف وشذوذ هذه الزيادة الزيادة